النهاردة مواجهة كبيرة ورائعة جدا بين ريال مادريد و تشيلسي ريال مادريد فيه ستانفورد بريج في لندن كان فاز 3-1 على تشيلسي في أقر دارهم كسبهم 3-1 النهاردة تشيلسي جيه في سنتياجو برنابيو كسب 3-0 ريال مادريد وبعد كده ريال مادريد في دقيقة 80 بيسجل هدف لرودريجو بأسست ولا أروع من لوكا مودريج عشان نتيجة تبقى 3-1 يروحوا للوقت الإضافي ويسجل كريم بن زيمة هدف الفوز بأسست من بنيسيوس جونيور عشان يفوز ريال مادريد بمجموعة المباراتين 5-4 ويسعى لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا